انتقل من رحمة الله إلى رحمة الله الفنان طارق عبدالعزيز الله يرحمه والمرحوم طارق عبدالعزيز ما كان ليش حظ جيد ان انا اقابله خالص بس الحظ الجيد بالنسبة لي هو ان انا وجدت ان انا عندي اصدقاء كتير جدا يعرفوه بشكل شخصي ومباشر وملقتش حد الا وده بالمناسبة مش بس النهاردة انا بتكلم بشكل عام يعني الا ويشكر في طارق عبدالعزيز كل الشكر اللي ممكن يجي على بالك في اخلاقه في احساسه قدائم بالرضا في تهزيبه في جدعانته يعني حدث كيفما اردت ان تتحدث ويمكن النهاردة قبل ما ادخل البرنامج بتقاعد معه صديقي العزيز وزميلي العزيز جدا محررنا وكاتبنا وصحفينا الفني الرائع بالمناسبة خالد شهيد لانه خالد كمان يعني غير انه هو صحفي زميل فهو زميلنا هنا في مبنى ماسبير وفي الازاعة فوق وأظن برنامج خالد شغال دلوقتي يعني وقعد يكلمني على طارق بشكل مفعم بالمحبة وكان بيتكلم وهو بيدمع فبقوله طيب يعني انتو كنتو صحاب جدا قال لي جدا لدرجة انه انا بالووم نفسي النهاردة ان انا بقالي فترة ما اتصلتش به لانه قد كده لما جيت اعمل ده الكلام عن خالد شهيد لما جيت اعمل البرنامج الازاعي بتاعي فبدأت اكلم الفنانين اللي انا عارف انهم صحابي مش بس شغل فكلمت طارق عبدالعزيز فقال لي يا سلام انا جاي لك ولازم ادعم التجربة الازاعية بتاعتك يا خالد ده الكلام هنا على لسان خالد شهيد قال لي وجالي هنا واحنا في الدور التاني فقاس تعارفين عندنا المبدأ كبير العدد ما شاء الله فقال لي فطبعا لقى انه الاسانسير في ضغط عالي يعني الناس فقالت بقى اطلع على السلم قال لقيته انه مش عارف يطلع على السلم لانه كان تعبان رجله تعبان طارق يعني على حسب ما فهمنا انه كان بيعاني من متاعب قلبية يعني قال لي وطلع السلم على رجليه مصر وانا بقوله ده الكلام لخالد شهيد بقوله خلاص انا هطلع الحلقة يعني بشكل او باخر انا مش عاوزك تتكبد هذا العناق وهذا التعب قال له لا هنا لو ما تعبش لصاحبي اما لا هتعب لمين دي لمحة لسه سمعها حيلا دلوقتي وهتلاقي خالد شهيد حتى يعني عمل عليها فيديو لطيف وعاطفي جدا جدا ونبيل جدا ناحية طارق الله يرحمه ففضل كلام خالد شهيد عالق في ذهني لانه يدوب قبل ما ادخل مفيش الهوى بحوالي ربع ساعة ولا تلت ساعة كان قاعد عمال بيحكيني على طارق زمان صديقي العزيز جدا طبعا فنان والمخرج حسام الحسيني كان حكالي برضو على طارق من نفس المنطلقات كان وقتها حسام عامل كاتب فكرة فيلم سيب وانا سيب واحد من اعمال طارق في بدايات ويعني كان بعد صعيدي في الجامعة الامريكية وبرضو انا اتذكر وقتها انه قاعد يحكيلي وقتها شوف الكلام ده سنة كان بقى قاعد يحكيلي على طارق عمد العزيز ولطفه وتهزيبه وادبه ومحبته لهذه المهنة العظيمة له وهي الفن والتمثيل والسينما وهكذا احنا فقدنا فعلا فعلا انسان فيه منتهى التهزيب كيفما تحدث عنه الكل وليس الضعب اسألكم الفاتحة والدعاء لي بالرحمة وان ربنا سبحانه وتعالى يسكن فسيح جناته الله يرحمك يا طارق ويصبر عيلتك واسرتك ويصبر كل الاسرة الفنية المصرية